نادي الزمالك كان في الماتش الأولاني ماتش الزهاب كان حق الفوز بهدف من عبدالله السعيد على نادي الشرطة الكيني توقعاتك ايه وشايف المباراة هتكون ازاي النهاردة في مباراة الاياب هو مبدايا رغم ان زمالك قدر يحقق مكسب صعب على خارج ارضه ولكن المكسب ما كانش مرضي لجمهارة الزمالكوية بسبب ان الناس كانوا شايفين فيه تزبزب كبير في الاداء وان فريق الشرطة الكيني قدر اكتر من مرة ان يهدد مرمى الزمالك وكان قريب جدا ان يحرز هدف التعادل او هدف التقدم ولكن عبدالله السعيد قدر يجيبه الهدف الاولاني في اخر الشرط الاول الحقيقة الزمالكوية في الماتش ده ما قدمش احسن حاجة ممكنة جمهور الزمالكوية كان مستني ان الصفقات يتم حسمها بشكل بدري شوية بحيث ان انت تقدر تستفاد منها في الفضور التمهيدي عشان تقدر تغطي الاماكن اللي فيها دفوعات كتير زي ناحية الباكليفت اللي انت بتضطر تروح تجيب عمر جابر من ناحية الباكرايت عشان يلعب باكليفت وبتجيب محمد شحاتة من نص الملعب عشان يلعب باكرايت وفي النقطة دي احنا شفنا في دفعات كتير بتحصل وفيها جامعة كتير حصلت في المنطقة اللي في محمد شحاتة ان محمد شحاتة مش متمرس في المنطقة دي بشكل كبير جدا الناحية التانية هو اصرار جوزي جوميز على الضغط العالي طول وقت وده كان بيسبب حالة من الفوضى شوية الفوضى دي بسببها ان التاميرات اللي كانت بتعمل في عمق الملعب كانت بتسبب خطورة وكانت بتتنقل من المرحلة الاولى للمرحلة التانية اللي هي البناء والتدرج لمرحلة اخيرة بسهولة جدا وده بسبب ان الضغط بتاع الزمالك ما كانش موجه والزمالك او اللعيبة في مصر عندها مشكلة شوية في حتة الترحيل في الضغط العالي اشتركوا في القناة